يمشي بدون سائق قطار الأحواز الجنوبية يصير دون سائق في وزارة النقل اللي تفتح التحقيق في سابقة خطيرة جداً تو احنا نحكي فيها حمد الله لو كن شفنا صارت مصائب البارح ممكن رو كنا نحكي واضخم حمد الله ربي قضا والطف قصة 15 دقيقة من الرعب عاشها المسافرون قطار الظهرة يصير 6 كم بلا سائق وتونس تنجو من كارثة صفحة 10 من جريدة الشروق كيف موجودة زادة في جريدة الصحافة الصباح بليتو تفضل سيمون دري البارح كيف اشتبعتها الحكاية والله نسمع فيها في الغديو مش مصدق شو نقوله اذاك انا البارح تانا مش قلت هذا ابرز تجليات مظاهر ضعف الدولة مش ضعفها فقط واستضعافها من طرف مواطنين موحتي يضعف يستضعفوه ومعنتها واخرتو عليه كما نقول احنا بتنج هذي واحد اذنين ورانا ما قولوش لو يسير لانه هذي ما لازم يشتير لا لا عاش يسير يسير عملية مثلا يقولك يسير في العالم الكل هذي ما تسيرش امين بربي سمعني شنو ما يسيرش تصورش انت يتوقع عندك الماتينال بتكمل التسعة سوائي اخر تقطع ما انت ما تجيش ما انت هذي اين كونسبابل مدخلش في العقل راو الواقعة راو تسيب معانت وصلنا الى حاجة ما ما تخضعش لمنطق العقل اصلا المثلة الثانية امين انا عجبتني لحقيقة ردود الافعال في مواقع التواصل الاجتماعي معانتها كيفاش قطار بلا ربان معانتها يعبر عن وضع البلد تونس انه بلد اليوم بلا ربان وبلا قيادة الحقيقة هذه مش بعيد ياسر على الواقع لانه بلادنا اليوم السلطة فيها مشتتة فضلا على انها مشتتة فان هناك سراع كبير ومدمر حول السلطة ممكن تستعمل فيه كل الاسلحة ولكن هذا واقع حقيقي هناك سراع بين السلطة داخل المركبة فيه رأصي السلطة التنفيذية ونقصد بين رئيس الدولة ورئيس الحكوم السراع ايطالي عند الناس الكل وميسحقش حتى برشد ذكاه كلا ماذاك ربع وخمسة شهور التالي امين كنا كينحكوا عليه لما برشد الناس يقولون لا يزد وتستده في المال عاكرر كل شيء انا واحد من الناس مشني باستباق ولو بذكاء كثير لكن من خلال متابعة الواقع ستة شهور التالي تحدثت عن الكوران ما يتعدش بين رئيس الدولة ورئيس حكومتي وبعد ذلك الصحافة العالمية الكل حتحدث انا ذاك معنات على هذا اليوم نعيش تقريبا ما يشبه قطيعا البالح نحنحكيك مثلا في علاقة بوزير الداخلية الجديد اللي تم تعيينه بش غدوة يمشي يعطوه الثقة في البرلمان تم زوز تصريحات لمؤسسة الرئاسة الناتقة الرسمية تكتب تدوينة في الفيسبوك تقول اراو اعلم الرئيس معناتها اعطاه واحد اخر يقول لا وبنتيشة يقول لم يعلم الرئيس ما انت تصور حتى داخل مؤسسة الرئاسة اخير هاد بلزوز يخدم في نفس المؤسسة ولا لا ما انت هالي اسلة كبير ياسر هالي تخلي انه التونسي يحقير امره يتعمق الحيرة عند التونس تعلمق ازمة الثقة في القيادة السياسية اللي تقود البلاد حاليا الحقيقة تم غريب وعجيب الوضع يبعث على المزيد من الحيرة وعلى المزيد من الارتباك ولذلك البلاد ما فيهاش الدواء مقصوص خليني نتعدى معك يصبر عليه شوية سيمون ذري انا الحقيقة من الازمة هذية متاع القطار اللي قالك يذهلي ببالك هبت ياشتح في شطحة تاكيكية ذيك الشطحة اللي عامنا العالم لحقيقة ردودة فعل متاع الناس قاعدة تنبروا لكن حمد الله يا ربي كانتت نجمة تكون اخطر برشة لو كان صارت الكارثة ورب يقضى والطف ان شاء الله اللي يعودها ان شاء الله نقص الادوية مستفحل وتصريحات الوزير عمقات الغموذة في جريدة الصباح الدفاع عن المستهلك رزلتها شكيات المواطنين وصديات ومستشفيات وانا بش نرجع معك اشنو صار البارح في الانترفيو على مزايكة فهم وتصريح وزير الصحة قالك عندي الشيفور متاعي معنى الشيفور متاعه هذي خارق للعادة معنى فريمون سوبرمان معنى هذي السيد ينجم يخلق الدواء في سيدالي المجاورة مجاورة للبيت سيد الوزير مجاورة للوزارة وين هذي الحقيقة هذا يعبر على حاجتين الحاجة الاولى درجة ونوعية المسئولين اللي جووا ويحكموا في تونس بعد ثورة الحقيقة تعرف اشنوها البلاد هذي كلها الهوات اللي تعلموا فيها واخذوا مواقع معناتها وزارة ما ينجمش يكون حتى شيف سيرفيز في الادارة التونسية يلقى روح وزير كارثة كبير ياسم معناتها كارثة كبير ياسم ما ينجمش يكون شيف سيرفيز في الادارة لدارة عندها تقاليدة عندها نوميزة عند اليرانجين عندها الفورماسيون عندها الانبيباط لكن للأسف الشديدة ذي كل ضاع معناتها واصبحنا اليوم امام ديزاماتور معناتها يديروا مؤسسات الدولة وهم ما يعرفش حتى صح في البراثور اللي يجيه في الصباح ومش هو واحد ومش اثنين ومش ثلاثة تقريبا سبعين في المائة من الحكومات التي تتالت لكلها افرادها معناتها ما يعرفش صح في البراثور معناتها يعمل الانوتاسيون معناتها معناتها ما يعرفش اما نرجعول حكاية الدواء حكاية الدواء مثلا الوضع تصور بلاد ما فيهش دواء هادي هاو فاما شوفور الوزير يالقالك الدواء وهادي وذات الكومينيكاسيون تصور الوزير لا رتي اين اوكازيان دو ستار ما انتبش يسكت بلاحق كي ما عنديش اجابة ليش نسكت على روحي هاو عندي شيفور ويحكي يحلف بولا حلف البالحاية وقالوا صدقوني عندي شيفور وموش معهو كهو عادوش كوناخر زادة نقص الدواء مشارو شيفور القالوا في الفرماسية الاخرى موش عادوش هادي هادي مخبينوا معناها هادي مخبينوا معناها البلاد الحقيقة كما قلتكو كبيرة ونعاود نرجع ونكعر ضعف الدولة خلى الناس كل ترتع فيها كما تحب ولذلك نتحدث عن المافيات نتحدث عن اللوبيات نتحدث معناتها دواء جزء كبير يتباع في السوق السوداء معناتها معشف الفرماسيات ها ليه هو بداية باع في السوق السوداء شكرا وهذا خطير جدا انه ولو الدواء يتباع تحت الطاولة وفي السوق السوداء والله العظيم والله يعطيو فيه بالوجوه الدواء وامين انا نقول لك انا البارع حكيت معهو ده في ميديميد حاجة وقعت لي انا عشية كاملة وانا مفركز على دواء ملقيتوش من الفرماسيات الكل وهو دواء بسيط جدا سمحني متاع مادة ما نحبش نسمي اسم غافيسكون معانتها تصور البلاد ما فيش غافيسكون خليها دواء دواء السكر فما لي عوض وراء ونعطيكم بعض الاسم على كل اقدم هاي بش نرجع لك الكلمة ونرجع للمواضيع الاخرى بعض الاخبار الوطنية والعالمية